أهلاً ومرحباً بكم أعزائي طلاب الصف الثاني السنوي التجاري في حلقة جديدة من حلقات منهج المحاسبة المالية اليوم إن شاء الله نستكمل حديثنا عن موضوع مهم جداً من موضوعات المحاسبة المالية وإحنا في الحلقة السابقة اتكلمنا عن جرد الأصول السابقة تعرفنا على طرقتين لجرد الأصول السابقة وهي طريقة القسط السابت وطريقة القسط المتناقص وطبعاً أوضحنا في الحلقة السابقة وتدربنا على الكيفية اللي بنحسب بها مصروف الإهلاك وفقاً لطريقة القسط السابت وعرفنا أيضاً إن مجمع إهلاك الأصول السابت ما بيختلفش من طريقة لطريقة وقلنا إن مجمع إهلاك الأصول السابت لأي سنة مالية هو عبارة عن مصروف السنة الحالية زائد مجمع السنة السابقة طبعاً الموضوع سهل وبسيط ومهم لإنه طبعاً لا يخلو اختبار من الاختبارات من جزئية أو نقطتين جرديتين عن جرد الأصول السابت طيب تعالوا نسترجع مع بعض إحنا في الحلقة السابقة اتكلمنا على الطريقة اللي بنحسب بها مصروف الإهلاك الخاص بالأصول السابت وفقاً لطريقة القصة السابت طبعاً قلنا إن الأصل السابت وفقاً لطريقة القصة السابت بيتناقص بمعدل سابت سنوية يعني مصروف إهلاك الأصل السابت زي السيارات والألات والعدد والأدوات أو ما بيختلفش المصروف نفسه من سنة الأخرى طبعاً بسبب إيه؟ دوما في القصة السابت أو طريقة القصة السابت بتفترد إن أن الأصل السابت بيتناقص بمعدل سابت سنوية كل سنة المصروف بيقض بنفس أو الأصل بينقص بنفس القيمة طبعاً ده طبعاً افتراض غير عملي علشان كده بدأوا بقى يفكروا في طرق تانية ومن ضمن الثلاثة اللي ظهرت علشان تغطي العيب اللي موجود فيه الطريقة القصة السابت هي طريقة القصة المتناقص طريقة القصة المتناقص بتفترض أن السنوات الأولى من عمر الأصل بتستفيد أكثر من السنوات التي تليها وبالتالي مصروف إهلاك السنوات الأولى بيكون أكبر من السنوات التالية يعني مثلا مصروف إهلاك الأصل السابت للسنة الأولى بيكون أكبر من مصروف إهلاك السنة الثانية والتالية له اللي هي السنة الثانية وكذلك طبعا مصروف إهلاك السنة الثانية يكون أكبر من السنة الثالثة وهكذا طبعا طريقة حساب مصروف إهلاك الأصل السابق وفقا لطريقة القسط المتناقص فيه السنة الأخيرة بيختلف طبعا ما بيستخدمش المعدة لا ده احنا بنحسب على طول بنشوف القيمة الباقية من قيمة الأصل وطبعا قيمة الأصل فيه أو القيمة الدفترية الأصل في نهاية عمره وبنترح الفرق بين القيمة التخريدية وبين القيمة الدفترية الأصل وبيكون طبعا مصروف الإهلاك هو الفرق بين القيمة الدفترية وبين طبعا زي ما وضحنا عزاء الطلاب وبين مجمع أو بين القيمة البيعية للأصل السابت أو بتسمى طبعا القيمة البقية أو القيمة التخردية لكن طول حياة الأصل السابت طول الحياة طول مدة بقاء الأصل السابت عندي ببتدي أحسب مصروف الهلاك الأصل السابت وفقا لطريقة القسط المتناقص بخطوات بسيطة جدا أن أنا بجيب تكلفة الأصل السابت من ميزان المراجعة اللي هي التكلفة التاريخية بس تبعد منها مجمع أهلاك السابت إذا كان هناك مجمع أهلاك للأصل السابت في ميزان المراجعة يعني معنى كده أن الأصل ستولك قبل كده واتفقنا عزاء الطلاب في الحلقة السابقة إن عدم وجود مجمع أهلاك للأصل السابت داخل ميزان المراجعة ده بيعني إن دي أول سنة يستهلك فيها الأصل السابت وبالتالي لو جيت أشتغل بطريقة القسط المتناقص ودي أول سنة أحسب فيها مصروف الهلاك هيكون طبعا ما عنديش مجمع أهلاك وبالتالي طريقة حساب مصروف الإهلاك للأصل السابت سواء كنا بنستخدم طريقة القسط السابت أو طريقة القسط المتناقص في السنة الأولى مش هيبه فيه اختلاف لإن في السنة الأولى للأصل ما عنديش مجمع أهلاك للسنة سابقة لإن دي أول سنة يحسب فيها الإهلاك للأصل طيب أنا عايز أحسب مصروف الهلاك بطريقة القسط المتناقص هجيب تكلفة الأصل استبعد منها مجمع أهلاك السنة السابقة وبعدين ناتج الطرح دوت أضربه فيه معدل الإهلاك على إيه؟ عالمي طبعا احنا في الحلقة السابقة أوضحنا أن الأراضي لا تستهلك يبقى قلنا الأراضي لا تستهلك معدلات الإهلاك سنويا فلو عندي أصل تم شراءه خلال السنة بأخذ المدة فين؟ بأخذ المدة في الاعتبار زي ما أوضحنا قلنا مثلا لو كان فيه أصل مشترة في 1 سبعة ومعدل إهلاكه مثلا وليكن 10% طبعا معدلات إهلاك سنوية يبقى لازم أحسب مدة بقاءة الأصل عندي هنا بالشهور هول من 1 سبعة لـ 31 و 12 هيتلعوا 6 شهور يبقى أضرب القيمة القابلة للإهلاك من قيمة الأصل في المعدل عالمية في المدة اللي هي زي في مثالنا اللي أوضحناها في 6 على 12 طيب أول خطوة عندي إزاي أقدر أحسب مصروف إهلاك الأصل السابت بطريقة القسط المتناقص يبقى على طول هجيب التكلفة التاريخية للأصل وبعدين بعد ما جيب التكلفة التاريخية للأصل اللي هي قيمة الأصل في ميزان المراجعة عند الجرب هستبعد منها مجمّع إهلاك السابت إذا كان هناك مجمّع إهلاك للسنة الصابت يعني معنى كده أن الأصل كان موجود عندي قبل كده وبالتالي حسب له مصروف إهلاك ومن ثم يبقى عندي مجمّع إهلاك تمام يبقى أنا على طول هجيب التكلفة التاريخية للأصل وأصل مجمّع إهلاك طب لو ملقيتش مجمّع إهلاك يبقى دي معناه أن أول سنة يستهلك فيها الأصل وبالتالي سيكون مجمع الإهلاك للسنة الأولى سفر أضرب على طول بعد كده في المعدة العالمية وراعي المدة إذا كان الأصل موجود عندي خلال السنة يعني تم شراءه خلال السنة فهأخذ المدة في الاعتبار أنه سنحسب المدة بالشهور كما وضخنا وأضرب عدد الشهور أو أضرب عدد الشهور على 12 شهر اللي هي عدد شهور السنة يبقى أول خطوة تعالوا نحسب مع بعض كده مصروف إهلاك الأصل السابت بس هنستخدم عندنا عزيزات الطلاب هنستخدم طريقة أيها بالزبط نحن نحسب إيه حساب مصروف إهلاك الأصل السابت بس بطريقة برافع عليك بطريقة القسط بطريقة القسط المتناقص القسط الإيه المتناقص يبقى مصروف إهلاك الأصل السابت التساوي. اول حاجة التكلفة التاريخية للاصل. طب هنا نصل لاصل السابت. ناقص مجمع اهلاك السنة السابقة. يعني مجمع الاصل للسنة السابقة. وبعدين هضرب كلام ده كله في المعدة العالمية. لو الاصل موجود عندي من بداية السنة المالية. لو الاصل تم شراءه خلال السنة المالية. انا هضرب في المدة بالشهور على اتناشر. يبقى ده اول حاجة حسب تمصوف الهلاك بطريقة القسط ايه المتناقص. هجيب التكلفة التاريخية للاصل. هتقولي تب فين التكلفة تاريخية للاصل. هي تكلفة او قيمة القص في ميزان المراجعة في تاريخ ايه الجرد اللي هو في واحد وتلاتين اتناشر في نهاية السنة المالية. هجيب التكلفة لو الأصل. واطرح منها مجمع عليك الاصل للسنة السابقة اذا كان موجود عندي لان لو دي اول سنة يستلك فيها الاصل فمش هيكون عندي طبعا زي ما وضحنا عزيزي طلاب مش هيكون عندي مجمع علاج في ميزان المراجعة وبعدين ناتج الطرح اضربه في المعدة العالمية وخبالي باطرح وبعدين اضرب في المعدة العالمية لو عندي مدة يبقى هضرب في المدة على 12 امتى يجيني مدة اذا قال ان الاصل دي تم شراءه خلال السنة في تاريخ معين يبقى انا في الحالة دي على طول هحسب المدة من تاريخ الشراء الى 31 وخده في الاعتبار زي ما وضحنا لو انا شاري الاصل اي اصل لبقى عندي مثلا وبحسب لي اهلاك بطريقة القصة المتناقص وليكن شاري الاصل ده في تاريخ 1-7 يبقى على طول هحسب من 1-7 ل31-12 نهاية السنة المالية اللي هما طبعا اطلعه 6 شهور فهضرب في 6 على 12 طيب احنا اوضحنا في الحلقة السابقة ان طريقة حساب مجمع الاهلاك ما بتختلفش من طريقة الطريقة يعني على طول مصروف الاهلاك هو اللي بيتم حسابه بالطريقة اللي بيحددها لي او لو ما حدد ليش طريقة زي ما وضحنا عزيزي الطلاب بحسب مصروف الاهلاك بطريقة القصة السابقة احنا اتفقنا في سابق انه لو ما حدد ليش طريقة لاهلاك الاصل السابت هستخدم طريقة القصة السابت طيب حساب مجمع الاهلاك بيختلف من طريقة لطريقة يعني لما احسب مجمع الاهلاك الاصل السابت ده يختلف من طريقة القصة السابت عن طريقة القصة المتناقص لا اللي بيحصل ان مصروف الاعلاق فقط هو اللي بيتم حسابه بطريقة مختلفة يعني زي ما أوضحنا انما بنينا نحصل مصروف الاعلاق الأصل السابت بطريقة القسط السابت بينجيب التكلفة التريخية للأصل نطرح منها القيمة التخريدية أو القيمة البيعية أو القيمة الباقية اللي هي قيمة القصل في نهاية عمره الافتراضي أو الانتاجي ثم نضرب في المعدل عالمية ولو عندي طبعا مدة لبقاء القصل في المنشاة خلال السنة يعني القصل تم شروعه خلال السنة بضرب فيه عدد الشهور على 12 دي طريقة حساب مصروف اللاج بطريقة القصد المتنقص او قلنا طبعا لو انا عندي عمر للقصل يعني بدل ما يقول لي 10% 5% قال لي ان عمر القصل دو عشر سنين يبقى اجيب التخليفة التراخية استبعد منها القيمة التخريدية والبقية واقسم على العمر الانتاجي او الافتراضي للقصل دي طريقة حساب مصروف الاهلاك للقصل السابت بطريقة القصد السابت طيب لما اجيب مصروف الاهلاك بطريقة القصد المتنقص قلنا هنجيب التكلفة التراخية للاصل يعني قيمة الاصل في ميزان المراجعة في 31-12 هستبعد منها مجمع اهلاك السنة السابقة ما بطرحش القيمة التخريدية ثم اضرب بعد كده في المعدل العالمية ومش هيديني عمر خالص مع طريقة القصد المتنقص طريقة القصد المتنقص لازم يديني معدل يبقى اخب بالي لو جال عمر يبقى دي طريقة القصد السابت طريقة القصد المتنقص دايما يجيلي معدلين حتى لو اداني العمر انا لازم هحول العمر ده لمعدل وده طبعا هتدرسوه في مرحلة اعلى من كده ان شاء الله لما تدخلوا الجامعة لكن احنا دلوقتي في المنج اللي عندنا بيجيبلي المعدل جاهز اللي هو الخاص باهلاك الاصل السابت بطريقة القصد المتنقص اول مضاعف يبقى انا على طول اول ما شوف معدل ويقول لي دي طريقة القصد المتنقص يبقى اشتغل على طول المتنقص واحنا عوضحنا قبل كده انا ما بيشتغلش طريقة القصد المتنقص الا لما يحدد هاني اما طريقة القصد السابت حدد لي الطريقة ماشي ما حددش خالص اي طريقة للهلاك فانا باستخدم على طول طريقة القصد الايه طريقة القصد السابت يبقى الاصل ان انا استخدم طريقة القصد السابت الا اذا قال لي اني هنستخدم طريقة القصد المتنقص بالطريقة اللي هنبتكلم عنه النهاردة عزاب طلاب في حساب مصروف الهلاك مش هستخدمه إلا إذا نص عليها وقال لي كده صراحاته يستهلك الأصل مثلا السابت أو يقول لي الأساس أو السيرات أو الألات بمعدل كذا بطريقة القسط المتناقص على طول أجيب التكلفة التاريخية أطرح مجمع الهلاك ثم أضرب في المعدل عالمية وراعي طبعا مدة بقاء الأصل في المنشأ زي ما قلنا لو الأصل مشترى خلال السنة المالية يبقى في الحالة دي أحسب من تاريخ الشراء إلى 31-12 طيب دي طريقة حساب مصروف الهلاك اللي هي طبعا بتختلف باختلاف الطريقة يعني أنا بحسب مصروف الهلاك بطريقتين يا إما بطريقة القسط السابت يا إما بطريقة القسط المتناقص طيب كده المصروف بيختلف لو هستخدم طريقة مختلف هيبقى الناتج هيبقى مختلف لكن أنا لما أحسب مجمع الهلاك ده يختلف من طريقة لطريقة تبتعالوا راجع مع بعض إحنا في الحلقة السابقة تكلمنا وقلنا إيه لما أحسب مجمع الهلاك الأصل السابت بيساوي مصروف الهلاك الأصل السابت للسنة الحالية زائد مجمع الهلاك السنة السابقة ده يختلف من طريقة لطريقة المجمع رقمه هيختلف باختلاف الطريقة لكن طريقة الحساب واحدة إن أنا دايما أجيب المصروف اللي أنا حسابته السنة دي بأي طريقة حسابته بطريقة القسط السابت ماشي حسابته بطريقة القسط الصفقة اللي هو طبعا يكون موجود رصيد في ميزان المراجعة يبقى كده طريقة حساب مجمع الهلاك ما بتختلفش من طريقة الايه لطريقة بقى مهما اختلفت طريقة حساب مصروف الهلاك مجمع الهلاك الاصل السابت لأي سنة اللي هو مجمع الهلاك السنة الحالية بيساوي مصروف الهلاك السنة الحالية زائد مجمع الهلاك السنة الصفقة لو رخت لميزان المراجعة ما لقيتش مجمع الهلاك للاصل السابت في ميزان المراجعة يبقى في الحالة دي أول سنة يستهلك فيها الأصل تعالوا معايا كده بقى نحسب بقى نقول مجمع إهلاك الأصل السابت ده بيساوي إيه بروف عليك بيساوي مصروف إهلاك الأصل السابت لأنه سنة للسنة الحالية اللي أنت حسبته للسنة الحالية زائد إيه بقى زائد مجمع الإهلاك أو إهلاك الأصل السابت لأنه سنة للسنة السابقة خب بالك بقى معي ده أنت لسه حزم اللي هو مصروف إهلاك الأصل السابت للسنة الحالية اللي أنت ممكن تحسبه بطريقة القصة المتناقص أو تحسبه بطريقة القصة السابت طيب مجمع إهلاك الأصل السابت بقى مجمع إهلاك الأصل السابت للسنة الحالية ده بيبقى موجود فين مرافع عليك فيه ميزان ميزان المراجعة طب لو روحت الميزان المراجعة ما لقيتهش يبقى دي معناه ان دي اول سنة يستهلك فيها الاصل وقلنا هيبقى طبعا بسفر يبقى هنلاقي من المصروف الهلاك السنة الاولى بيساوي مجمع الهلاك السنة الاولى ودي ملحوظة تكلمنا عليها في سابق يبقى احنا كده عندنا بعض الملحوظات عايزك تاخد بالك منها وناخد بالنا منها ونركز فيها وندواننا عندنا قلنا ايه مصروف الهلاك بيتم حسابه بطرقتين يبقى لازم المصروف يختلف من طريقة لطريقة لكن مجمع الهلاك معما اختلف طريقة مجمع لك هو عباره عن مصروف السنة حاليا زي مجمع لك السنة السابقة طيب لو ما لقتش مجمع لك سنة سابقة يبقى دي اول سنة يستهلك فيها الاصل يبقى لو ملقتش في ميزان المراجعة مصروف او مجمع Education للاصل السابت رصيد موجود في ميزان المراجعة يبقى دي معناها يا عزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزي ركزني عليها ان الاراضي لا تستهلك ولا بالاستخدام ولا بالتقادل ان حساب المصروف بيختلف باختلاف الطريقة ان مجمع الهلاك لا يختلف من طريقة لاخرى يبقى مجمع الهلاك مش يختلف من طريقة لاخرى يبقى مصروف الهلاك بيختلف باختلاف الطريقة يبقى لو دي اول سنة يستهلك فيها الاصل مش هيكون عندي طبعا رصيد لمجمع لك فيه ميزان المراجعة وان طريقة حساب مجمع الهلاك لا يختلف من طريقة الاخرى مجمع لك للسنة الحالية هو عبارة عن مصروف الإهلاك للسنة الحالية زائد مجمع إهلاك السنة السابقة تعالوا نشوف بقى مع بعض التدريب ونوضح الكيفية اللي بنبين بيها أثر جرد الأصول السابتة على القوائم المليئة ويكون كل الأمثال اللي جاي لنا طبعا في مثالنا الأول على طريقة القسط المتناقص وناخد بالنا عزيزي الطلاب أنا باستخدم إمتى طريقة القسط المتناقص لما يقول لي بطريقة القسط المتناقص طب ما حدد ليش كده صراحة يبا أستخدم على طريقة القسط السابت أنا عندي طريقتين ما توشي حدد لي طريقة منهم خلاص ما حدد ليش خالص يبا أستخدم طريقة القسط السابت أستخدم طريقة القسط السابت ما أستخدمش طريقة القسط المتناقص إلا لو قال لي بطريقة القسط المتناقص تعالوا نشوف مع بعض التمرين ونشوف أثر العمليات أو أثر جرد الأصول السابتة على القوائم المليئة وطبعا عندنا قائمتين مهمتين وهما قائمة الدخل وقائمة المركز المال معنا التدريب الاول بقول له استخرجت الارصدة التالية من دفاتر منشأة الحمد في 31-12-2021 ومديني ارصدة بقى مديني السيارات 70 الف جنيه الات 60 الف جنيه الاساس طبعا مدهولي 53 الف جنيه ومديني 3000 جنيه مجمع الات اساس ومديني 200 الف جنيه اراضي 10 تلاف جنيه مجمع الات 100 الف جنيه مباني خبالك هنا بقى احنا اوضحنا قبل كده ان الاراضي والمباني ممكن يجيبهم لي في حساب واحد اسمه ايه الحساب دوت حساب العقارات يبقى لما يقول لي العقارات يبقى انا فاهم ان العقارات بتشمل اراضي وايه ومباني هو فصل لي جاب للاراضي الوحدها 200 الف وبعدين جاب لي المباني الوحدها 100 الف خلاص قد ترخيره هو رياحني لكن لو كان جاب لي العقارات كلها وليكن 300 الف لازم يديني نقطة في المعلومات الجردية اقول لي قيمة المباني كام او قيمة الاراضي كام وانا اجيب قيمة الايه المباني ليه لان الاراضي لا تستهلك ولا بالاستخدام ولا بالتقاضي لكن المباني بتستهلك نتيجة الاستخدام وكذلك ايضا التقاضي طيب بعد كده اداني ايه 20 الف جنيه مجمع عليك مباني وبقول لي وعند الجرد تباين مالي وجايب لي اربع نقطة جردية وبعدين عيني على المطلوب بيقول لي بيان الاثر على القوائم المالية في 31-12-20-21 وطبعا الاثر هنا على القوائم المالية عايز اثر الكلام ده على قيمة الدخل وقيمة المركز المال يبقى انا على طول عزاء الطلاب منساش انا عندي صفحة هسطرها او صفحة الاول لتميد الحل وبعدين صفحة لقيمة الدخل وصفحة لقيمة المركز المال ومنساش ان ده جزء من كل يعني ايه جزء من كل يعني دي بعض ارصدة ميزان المراجعة وليس كل ارصدة ميزان المراجعة احنا جايبين بس بعض الارصدة المتعلقة في جرد الاصول السابتة عشان نفهم اثر جرد الاصول السابتة على القوائم المالية يعني مش مطلوب مني ان انا الاصول تساوي الخصوم ذات حول الملكية يعني الميزانية او قيمة المركز المالي مش هيطلع المبلغين قد بعض ده ده جزء من كل يعني دي بعض ارصدة ميزان المراجعة وليس كل أرصيدة ميزان المراجح يبقى على طول صفحة معايا وأكتب تمهيد الحال بأول صفحة عندي عزيزي الطلاب هتبقى التمهيد لتمهيد الحال اللي هحسب بقى فيه مصروف الاهلاك ومجمع الاهلاك أو هحسب فيه التسويات الجردية تمام الصفحة اللي بعد كده أسطر بقى كده صفحة لقيمة الدخل وصفحة لقيمة المركز المالي خد بالك معايا وركز عندي طبعا جزئي كلي وقادي قيمة الدخل انت بطلوب منك ايه هتعمل صفحة كمان لان شوف انا هعمل ايه دلوقتي معاك هقول لك خبالك انا هعمل الاتنين في صفحة واحدة لكن انا آسم جاي بقيمة الدخل الوحدة وبعدين هروح اعمل قيمة المركز المالي في نفس الصفحة قصادها كده ما يشبكوش في بعض ده ما يشبكوش في ده ليه لان دي قيمة مستقلة الوحدة قيمة الدخل اهيت والقايمة التانية دي اسمها قيمة ايه برافو عليكم قيمة المركز المالي يبقى انا كده بهدوء لو انا بقى طبعا القراسة اللي معايا او الكراسة اللي معايا مش هتساعل الكلام دوت فنعمل حاجة بسيطة خالص ايه هي هسطر قيمة الدخل في صفحة الوحدة وقايمة ايه المركز المالي في صفحة لوحدة هكتب بقى هنا كده واحد اهو دي قايمة ايه هكتب قائمة الدخل ودي طبعا الخاصة منشئة الحمل في واحد وثلاثين اثناشر يعني نهاية السنة المالية لان الجرد والتسويات الجردية بيتموا في نهاية السنة المالية دي قايمة الدخل ابتدي بقى اشوف قايمة القايمة التانية اللي هي قايمة المركز المالي ودي طبعا في كماءة الزاءة الطلاب في واحد وثلاثين اثناشر انا دي خطي طول لك جنب بعد عشان يسهل لك الامور عشان تبقى عارف لما نجيب اثر جرد الاصل السابت على القايم المالية بتاقب بالك ايه اللي بيحصل في قايمة الدخل وايه اللي بيحصل في قايمة المركز المالي تعالوا بقى نرجع لتبنيد الحال ونبتدي نمسك تمرين الجرد منين من وعند الجرد تبين مالك اول نقطة جردية عندي بيقول لي واحد تستهلك الالات بمعدل عشرة في المية وقال لي بطريقة القسط الايه المتناقص خب بالك وركز معايا اول نقطة جردية بيقول لي تستهلك الالات بمعدل عشرة في المية طبعا عشرة في المية ايه عشرة في المية سنوية دي بطريقة ايه بطريقة القسط المتناقص يبقى اول نقطة جردية عندي بيقول لي تستهلك الالات بمعدل عشرة في المية سنويا بطريقة القسط المتناقص تمام يبقى انا على طول هحسب مصروف بالنسبة للآلات هحسب مصروف اهلاك الآلات طب خب بالك هو قال لي بطريقة ايه اه حددلي خلي بالك لازم يحددلي يعني نرجع كده للتمرين بص معي بيقول لي تستهلك الآلات بمعدل 10% بطريقة القسط المتناقص حددلي الطريقة انا هكتبه لك ملخوضة ان احنا هنستخدم طريقة القسط المتناقص طيب لو ما حددليش خالص لا يستخدم طريقة القسط السابت يبقى طريقة القسط المتناقص لازم يحددلي الطريقة اللي هيحسب بها مصروف الاهلاك طيب افتكر معي احنا قلنا مصروف اهلاك الاصل السابت بطريقة القسط المتناقص ده بتساوي التكلفة التاريخية للاصل ناقص مجمع اهلاك الاصل يبقى انا لازم اطرح حكتين من بعض ايه هو تكلفة التاريخية للاصل اللي هو عندي الآلات يبقى لازم ارجع لميزان المراجعة الالات عندي بكام في ميزان المراجعة بص معنا كده في السطر الاول مكتوب عندي ستين الف جنيه الات يبقى هكتف هنا ستين الف طيب هل عندي مجمع عليك الات ليه بقى مجمع عليك بش احنا قلنا ان دي طريقة القسط المتناقص يبقى لازم اجيب التكلفة التراخية للاصل اللي هي موجودة بميزان المراجعة واستبعد منها مجمع عليك السنة السابقة اللي هو موجود فين مجمع عليك السنة السابقة لات موجود في ميزان المراجعة تعال نرجع كده لميزان المراجعة واحدة واحدة وشوف السطر الثاني كده مكتوب في السطر الثاني على الشمال 10 تلاف جنيه مجمع إليك الألاتاري تركز معي وبص على شاشرا ده مهم لازم ترجع لميزان المراجعة لما هترجع لميزان المراجعة لها عندك 10 تلاف جنيه مجمع إليك 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 أو شايفه في السطر الثاني خالص خالص بإيدهوت على الشمال قدامك على الشاشة 10 تلاف جنيه مجمع يبقى قول ستين الف جنيه مقص مجمم على chewy مجمع للألات في這一절 يستهلك فيها الالات. وبالتالي مجمع لك الالات للسنة السابقة ما عنديش اصلا. ده دي اول سنة تستهلك فيها الالات. يبقى مجمع لك الالات للسنة السابقة. لو ما كانش عندي له رصيد في ميزان المراجعة. يبقى دي معنا ان اول سنة تستهلك فيها الالات. صح? زي ما قلنا. طالما ما عنديش رصيد. يبقى بالتالي يكون مجمع لك السنة السابقة ايه? مفيش اصلا. يبقى سفر. لكن انا عندي هنا في التمرين او في الحالة التدريبية اللي معنا. اقال لي ان مجمع لك ال الالات 10 تلاف جنيه. يبقى طالما انا شغال بطريقة القسط المترقص يبقى اطرح ل 10 تلاف جنيه بالتكلفة التاريخية 60 الف نقص 10 تلاف جنيه واضرب في المعدل على مية. ارجع كده تاني التبرين تستهلك الالات بمعدل 10 في المية طبعا سانوي معدلات اللي لك ايه سانوية بطريقة القسط المتناقص يبقى اضرب في 10 على مية. لو انت ركزت هتقول بقى 60 الف نقص 10 تلاف جنيه وكام لازم مطرح الاول ما ينفعش رجاء قال 60 الف نقص 10 تلاف في 10 على مية على طول بايه بالالة الحزبة لا هتطرح الاول 60 الف نقص 10 تلاف يديك 50 الف هتضرب بقى بعد كده على الالة الحزبة في 10 على مية هيطلع ايه مصروف ايه لك 5 تلاف جنيه حسب ما مصروف ايه لك 5 تلاف مرافو عليك تعال بقى نحسب مجمع مجمع اهلاك الالات للسنة الحالية. طيب مجمع اهلاك الالات للسنة الحالية بيساوي ايه? الخمس تلاف اللي انت حسبتهم اللي هم مصروف اهلاك السنة الحالية اللي احنا حسبناهم بطريقة القسط المتناقص. زائد مجمع اهلاك السنة الصابقة. طيب مجمع اهلاك السنة الصابقة كام? على مصروف إهلاك السنة الحالية عشان أوصل لمجمع إهلاك السنة الحالية اللي هو 15 ألف أنا بقى عندي خلاص مصروف الإهلاك خمسة ومجمع الإهلاك 15 ده يأثر على القوائم المالية أيها أروح بقى على قايمة إيه الدخل الأول وعند في قايمة الدخل في يخصم منه واحد بيقول إيه يخصم منه تب فين بقى قبل كده صاف المبعات نقص تكلفة المبعات عشان يجيب مجمل الدخل أقولك ما ده جزء منين من كل وأنا ما عنديش ولا صاف المبعات ولا تكلفة مبعات هو جايب لي بس بعض الأصول وعايز وجايب لي نقاط جدية على الأصول السابتة وبيقول لي هات لأثر الكلام ده على القوائم المالية فكأن الجزء اللي فوق ده مش موجود خاص هبدأ من يخصم منه ووضع على طول بقى مصروف إهلاك مرافو عليك الآلات اللي وحسبناه بكام بخمس تلاف الجزء واروح على قايمة المركز المالي وضمن الأصول مرافو عليك ضمن الأصول السابتة هضع بقى إيه هضع الآلات خبالك معايا الآلات عندي بكام بتكلفتة الترخية اللي هي كانت كام ستين ألف جنيه ناقص مجمع إهلاك الآلات الهون اللي هو عشر تلاف جنيه وجابهم لي فيه مزان المراجعة ولا مجمع إهلاك الآلات بتاع السنة الحالية يعني مجمع إهلاك السنة السابقة ولا سمحنا لا هطرح بقى الجديد اللي هو إيه مجمع إهلاك السنة الحالية اللي هو كام مرافو عليك 15 ألف اطرح بقى 60 ألف ناقص 15 ألف يطلعوا كام دول لما نشيل من ال60 ألف 15 ألف يبقوا كام مرافو عليك 45 ألف جنيه 45 ألف جنيه او من 45 دول اسموهم القيمة الدفترية للألات في 31-12-21 السنة المالية اللي أنا بعد فيها القوائم المالية يبقى القيمة الدفترية 45 التكلفة التراخية للألات 60 ومجمع إهلاك الآلات كام للسنة الحالية 15 يبقى دي أول نقطة جردية حسبنا مصروف الإهلاك ومجمع الإهلاك بطريقة القسط المتناقص وطبع زي ما أوضحنا بجيب التكلفة التراخية للأصل استبعد منها مجمع إهلاك السنة السابقة ودايما دايما دايما مع طريقة القسط المتناقص يكون عندي معدل ما عنديش عمر فبضرب في المعدل العالمية ومنساش أعزائي الطلاب دايما بعمل إيه برافو عليك دايما أيوة بالزبط كده دايما بيجي لي معدل لإهلاك الإهلاك مع طريقة القسط المتناقص وقلنا ما باستخدمش طريقة القسط المتناقص إلا إذا حدد لي فيه النقطة الجردية يستهلك الأصل فلاني بطريقة القسط المتناقص سعلا نشوف النقطة الجردية التانية وبيقول لي يستهلك الأساس بمعدل تمانية في المية وقال لي بطريقة القسط المتناقص يبقى أنا عايز أحسب مصروف إهلاك النقطة التانية عايز أحسب مصروف إيه إهلاك الأساس يبقى أطلع فوق كده هلاقي عندي الأساس بـ 53 ألف جنيه طب دي طريقة القصة المتناقص يبقى هل فيه مجمع عليك أساس ولا لا عندي بعدها على طول 3000 جنيه مجمع عليك أساس يبقى أنا عندي تكلفة ترخيات للأساس 53 ألف وعندي مجمع عليك أساس 3000 جنيه يبقى لازم أترخه من بعض واضرب في المعدل اللي هو 8 على 100 عشان أوصل لمصروف الإهلاك الخاص بالأساس يبقى أجيب مصروف إهلاك الأساس طيب هحسبه إزاي أيضا زي ما قلنا هو محدد لي طريقة القصة المتناقص ما قاليش طريقة القصة السابت ما قاليش أو ما ذكرش قارس لو ما كانتش قالي طريقة القصة المتناقص كنت أستخدم إيه كنت أستخدم على طول طريقة القصة السابت تعال بقى نجيب قيمة التكلفة الترخيات الأساس زي ما قلنا شفناها في التمرين 53 ألف ومجمع إهلاك الأساس للسنة السابقة 3000 جنيه يبقى 53 نقص 3000 في معدل الإهلاك السنوي 8 على 100 برضو بالروحة كده 53 ألف نقص 3 يديني 50 ألف في 8 على 100 يديني كام مرافو عليك هيديني أربع تلاف جنيه يبقى مصروف إهلاك الأساس للسنة الحالية 4000 أنا حسبته مصروف إهلاك الأساس أربعة تلاف خلاص زائد مجمع إهلاك السنة السابقة كام اللي أنا طرقته من التكلفة الترخيات الخمسية يبقى زائد 3000 جنيه يبقى مجمع إهلاك السنة الحالية كام برضو عليك سبع تلاف جنيه دي طريقة حساب إيه مصروف الإهلاك وفقا لتركت القصة المتناقص مصروف إهلاك الأساس وكذلك مجمع لك الأساس طبعا إحنا قلنا المجمع ما بيختلفش من طريقة لطريقة مصروف السنة دي زائد مجمع لك السنة السابق اللي هو بيكون موجود عندي في ميزان المراجعة تعالوا نشوف أصل الكلام ده بقى على قيمة إيه قيمة الداخل هاجي طبعا في قيمة الداخل وفي ضمن المصروفات يخصى منه هضع مصروف إهلاك الأساس اللي أنا حسابته بكام مرافو باربع تلاف وهروح ضمن الأصول السابتة في قيمة المركز المالي هضع اللي إيه الأساس بتكلفته التاريخية اللي هو كام مرافو عليك تلاتة وخمسين ألف وقل نقص بقى إيه نقص مجمع إهلاك الأساس اللي هو للسنة الحالية حسبنا كام قلنا كان عندنا مجمع إهلاك سنة سابقة تلاتة زائد مجمع إهلاك الثاني الحالية أربعة فطلع مجمع إهلاك الثاني الحالية سبعة تلاف جنيه بالقل الحسبة وطرح معي تلاتة وخمسين نال سبع يبقى على طول يتفضل عندك ستة وربعين الف جنيه يبقى عندي كده على طول القيمة الدفترية للأساس في واحد وتلاتين اتنشر الفين واعجين ستة واربعين والتكلفة الترخيات للأساس طبعا 53 ومجمع لك الأساس للسنة الحالية 7000 جنيه تعالوا نشوف النقطة التالية وبيقول لي تستهلك المباني بمعدل 5% سنويا بص معا كده في التمرين وركز تستهلك المباني بمعدل 5% سنويا بطريقة القصد المتنقص تمام يبقى أنا على طول هحسب مصروف إهلاك ايه المباني حدش يقول لي بقى مصروف إهلاك الايه العقارات لأن العقار يشمل أراضي ومباني والأراضي لا تستهلك المباني هي اللي بتستهلك يبقى أنا على طول أبص كده بقى المباني بكام هل هو جايب لعكارات ولا جايب للاراضي الوحدة والمباني الوحدة لا ده جايب للاراضي الوحدة والمباني الوحدة يبقى عين على الاراضي ولا المباني لا عين على المباني المباني في السطر التالت هو تقول لك ايه مئة الف جنيه مباني بعدها على طول عشرين الف جنيه مجمع اهلاك المباني يبقى انا عندي كده ايه عندي مجمع اهلاك للسنة الصبقة عشرين الف جنيه وقيمة المباني مئة الف جنيه هو يستخدم طريقة قلي طريقة القسط المتناقص طالما قلي طريقة القسط المتناقص يبقى لازم على طول أستبعد مجمع لك من الخصب المباني من قيمة المباني عشان أوصل للقيمة القبلة للك وبعدين أضربه في المعدل عالميا اللي هو 5% بقى أنا هاجي على طول أجيب مصروف إهلاك المباني في تميد الحال طبعا بطريقة القسط المتناقص ليستخدمت المتناقص لإنه هو قل المتناقص طيب لو مكانش قل طريقة قسط المتناقص هستخدم طريقة القسط السابت اللي احنا أوضحناها ووضحنا الكيفية اللي بنحسب بقى مصروف الإهلاك هنا على طول هو دام قيمة المباني يعني قل المباني كم قل المباني 1000 هستبعد بقى منها مجمع للك المباني اللي هو طبعا كم في التمرين عندي هوا في مزان المراجعة عندي مجمع لك مباني 20 ألف وبعدين اضرب في المعدل اللوام الدولي في النقطة الجردية كام خمسة في المية سنوية نحن قلنا ان معدلات اللي لك ايه سنوية يبقى ميت الف ناقص عشرين الف يبقوا كام برافع ليك هيساوي تمانين الف جنيه اضرب بقى في خمسة على مية انا بوضح لك علشان ما تروحش قال الميت الف ناقص عشرين الف في خمسة على مية تعمل كده امت بالقل الحزبة لو انت حطت قوس قبل الميت الف وقوس بعد الايه مفيش مشكلة لو عندك الحزبة بتاعتك حديثة واستخدمت الاقواس هيطلع عن ناتج معك صح لكن لو قلت ميت الف ناقص عشرين الف في خمسة علمية يطلع عن ناتج خطأ يبقى انت لو القال الحزبة بتاعتك مش حديثه هيقول ميت الف ناقص عشرين تمانين وبعدين نضرب في خمسة على مية هيطلع معك على طول الناتج كام اربع تلاف جنيه يبقى مصروف ايهلك المباني ربعة طيب ومجمع اهلاك المباني بقى إهلاك المباني للسنة الحالية ده هيساوي مصروف إهلاك السنة ده هو 4 زائد مجمع لك السنة الصبقة مش أنت طرحته قبل كده من 100 ألف عشان تجيب القيمة القابلة للإهلاك بطريقة القسط المتناقص لما تجي تحصل مصروف إهلاك بطريقة القسط المتناقص يبقى أنت عندك كمان 20 ألف مجمع إهلاك للسنة الصبقة بأربعة زائد 20 هيكون الناتج 24 ألف جنو أنت كده حسبت مجمع الإهلاك وحسبت مصروف الاهلاك هتعمل ايه هتروح بقى على قيمة الدخل على طول كده بشكل مباشر وتبتدي بقى تخط مصروف الاهلاك في قيمة الدخل مصروف اهلاك المباني خب بالك اللي انت حسبته السناد اللي هو 4000 جنيه وهتروح على قيمة المركز المالي هتضع المباني بكام مرافع ليك هتخط المباني بكام مش المباني بيت 1000 اه تكلفت التركيه 100000 وهتطرح منها مجمع اهلاك المباني للسنة الحالية مجمع عليك المباني للسنة الحالية كام مش هنلسه حسبينه مصروف السناد اللي هو 4000 زائد مجمع اهلاك السنة السابقة اللي هو 20 يعني هتستبعد 24000 جنيه يلا كده بالقال الحسبة بقى 24000 من 100000 يدي كام يلا بسرعة هتقول 24000 مواقص 100000 جنيه طيب يدي كام 76000 جنيه بربع ليك دي القيمة ايه الدفترية يعني قيمة الاصل او القيمة الدفترية الاصل فيه تاريخ اعداد قيمة المركز المالي اللي هو 31-12-2021 وطبعا التكلفة التاريخية للمباني 100000 جنيه ومجمع عليك المباني مطروق منها على طول اللي هو للسنة حالية 24000 جنيه ما تنساش بقى طرح ما هو فصل لك المباني عن الاراضي المباني والاراضي دائما مرتبطين ببعض اكتب بقى تحت كده اراضي وهات التكلفة التاريخية للاراضي من ميزان المراجعة واوضع مبلغها فيه في الكل في قيمة المركز المالي تب تعالى كده نبص على الاراضي هتلاقي الاراضي في السطر التاني عندك هو 200000 جنيه بقى تضع هنا على طول بعد ما عرفت ان الاراضي 200000 جنيه هتضع بقى التكلفة التاريخية للاراضي في قيمة المركز المالي ضمن الاصول السابق هنا في الحالة دي تجايب لي المباني الوحدة والاراضي الوحدة فخلاص نفصل لكن لو كان جاب لي كلمة العقارات لو قال لي ان العقارات مبلغ يعني كان قال العقارات 300000 وفي النقطة الجاب ديına وضخ لي ان الاراضي 200 وان المباني ب100 يبقى في الحالة دي لما اجا أضع الحساب في قيمة المركز المالي أكتب العقارات واستبعد منها مجمع للك احنا أوضحنا الكلام ده في الحلقة السابق لكن هو فصل للاراضي عن المباني خلاص فهو عمل حساب مستقل في الدفاتر عنده للاراضي الوحدة وحساب مستقل لمباني الوحدة فانا مخلطش الاتنين ببعض لا اضع الاراضي لوحدها بكام والمباني لوحدها بكام تعالوا نشوف النقطة رقم اربعة وبيقول لي تستهلك السيارات بمعدل ستة في المية سنويا وقيمتها التخريدية عشر تلاف جنيه خب بالك كده بقى هو هنا قال لي بطريقة القسط المتناقص لا يبقى يستخدم طريقة القسط الايه السابق طب ده ملوش علاقة بقى بالموضوع بتاع طريقة القسط المتناقص السنادي ما هو كلام عندنا مش مفصول احنا بنبني على اللي اتعلمنا قبل كده طيب هنا في النقطة الجردية رقم اربعة قال لي تستهلك السيارات بمعدل ستة في المية سنويا وقيمتها التخريدية عشر تلاف دينا خب بالك هو ما قال ليش بطريقة ايه يبقى استخدم طريقة القسط المتناقص لا هستخدم طريقة القسط السابق يبقى ملحوظة مهمة جدا لو ما حدد ليش طريقة الاصل السابق زي ما قولنا وعملا اكد لو ما حدد ليش طريقة الاهلاك يبقى استخدم طريقة القسط السابق ما حددش ليه طريقة القسط الخاصة باهلاك الاصل السابق يبقى الاصل اني استخدم طريقة القسط السابق وليس المتناقص امتى استخدم طريقة القسط المتناقص اذا قال لي ان الاصل ده يستهلك بطريقة القسط المتناقص خلاص هستخدم طريقة القسط المتناقص لكن لو ما قال ليش باستخدم طريقة القسط السابت بل حتى دي ما تتوانيش ماقولش ايه ده با ما حدد ليش طريقة الاهلاك لو لم يحدد طريقة الاهلاك للاصل هستخدم طريقة القسط السابت تعالوا افتكر مع بعض مصروف الاهلاك للاصل السابت بطريقة القسط السابت بيساوي التكلفة التاريخية للاصل ناقص القيمة التخردية للاصل لو كانت موجودة وبعدين يا اما اقسم على العمر يا اما اضرب في المعدل على 100 طب هو هنا مديني عمر ولا مديني معدل تعالي نرجع تاني ويقول لي تستهلك السراب بمعدل 6 في المية سنوية يبقى مديني معدل وقيمتها التخردية 10 تلاف جنيه ده مديني هو قيمة تخردية يبقى على طول هقول تعالى ما نحسب مصروف اهلاك السيارات وبينكو سنكده هكتب ايه بطريقة برافق القسط السابت تماني جبتها مني ده مش محدد اه ما هو طالما محددش يبقى استخدم طريقة القسط السابت طب احسب ازاي بقى طريقة القسط السابت خب بالك هجيب التكلفة التاريخية للاصل ده موجود في ميزان المراجعة ايطلها فوق عند كده في اول سطر 70 الف جنيه سيارات يبقى دي التكلفة التاريخية للاصل اللي هي قيمة الاصل في ميزان المراجعة في تخريخ اعداد القوام المالية اللي هم 70 الف جنيه وبعدين ستطرح منها القيمة التخريدية فين القيمة التخريدية سص place الناتج بتاعه. ادرب بعد كده في ستة على مية. طب ستين الف. في ستة على مية. هتساوي كام? برافو سفرين مع سفرين ودي سفرين. ستة في ستة بستة وايه. وثلاثين يبقى ثلاث تلاف وستة ومية. انا جدها كبتة قيمة ايه? مصروف اهلاك السيارات بطارية القسط السابق. طيب اجيب مجمع بقى اهلاك اللي ايه? اهلاك السيارات. طيب عشان احسب مجمع عليك السيارات يبقى على طول. هجيب مصروف اهلاك السيارات للسنة الحالية. اللي هو كام عزيزي الطلاب اللي هو تلات تلاف وستة ومية اللي انا لسا حزبه. زائد مجمع عليك السيارات للسنة الصبقة. طيب يتضح كده امصر معنا في ميزان المراجعة. ركز كده. انت عندك هنا مجمع عليك سيارات? شوف في السطر الاول مافيش. طب في السطر التاني مافيش. السطر التالت ازا ارصدت ميزان المراجعة مفيش فيها رصيد لمجمع إهلاك السيارات ده ده معناه إيه؟ ده معناه أن ده أول سنة تستهلك فيها السيارات يعني أنا بحسب مصروف إهلاك السيارات للسنة الأولى وبالتالي مجمع إهلاكه هيسوي المصروف 3600 هيبقى مجمع لك أيضا 3600 لأن طالما المجمع مش موجود في ميزان المراجعة يبقى على طول عندي هيكون بسفر ودي معناه أول سنة يتستهلك فيها السيارات أو الأصل السابت اللي معنا اللي هو السيارات وبنسمى يكون مصروف الإهلاك بيساوي مجمع لك يبقى مصروف إهلاك يبقى مجمع لك يبقى كام 3600 هنروح بقى جيب أثر الكلام ده على قيمة إيه؟ على قيمة الدخل وقيمة المركز المالي ببساطة فيه يخصم منه في قيمة الدخل هكتب مصروف إهلاك السيارات بكام 3600 جميع وهنا جاينا على طول في قيمة المركز المالي هحط السيارات بكام بقيمتها لإيه؟ بتكلفتها بتكلفتها التاريخية اللي هم كان كانوا كام عندي برافو 60 ألف جنيه ناقص مجمع إهلاك السيارات للسنة الحالية ده أول سنة هتلاقي قدل إيه؟ قدل مصروف خلاص يبقى ناس 3600 جنيه 3600 جنيه 3600 جنيه يبقى على طول كده يكون عند النتغ القيمة الدفترية للسيارات اللي هتطلع 66400 جنيه دي أعزاء الطلاب الطريقة اللي بنحسب بيها مصروف الإهلاك أو مصروف إهلاك الأصل السابت بطريقة القسط المتناقص وانحنا أوضحنا في سابق أو في الحلقة السابقة للطريقت اللي بنحسب بيها مصروف إليك بطريقة القسط السابت فروق بسيطة بين الطريقتين ولكن في الأصل عندي أن أنا بستخدم طريقة القسط السابت طالما ما حددليش الطريقة ما بستخدمش طريقة القسط المتناقص إلا إذا حدد كده في التمرين طريقة القسط المتناقص طيب أنا عايز أقولك جزئية بسيطة خالص تاخد بالك منها دي تسويات جردية يجب أن تكون عند قيدة التسوية الجردية ؟ آه ما هي قيدة التسوية الجردية ؟ سأقول من حساب عند مسجل قيدة التسوية في دفتر يومية سأقول لك ببساطة واحقب بالك سأقول في طريق دفتر يومية سأقولوا من حساب مصروف إهلاك وإكتب اسم الأصل إلى حساب مجمع إهلاك وإكتب اسم الأصل نطبق هذا المشكل على حالة عندنا نرى كده احنا كان عندنا مصروف اهلاك ايه اخر نقطة مصروف اهلاك السهرات 3600 طيب بلاش دي علشان ما تتوشي خالص معايا انا عايزك تاخد بالك لو جينا للمباني مصروف اهلاك المباني كام 4000 جنيه ومجمع الهلاك كام بتاع المباني 24000 لو انا عايز اعمل قيد التسوية الخاص بمصروف اهلاك المباني يبقى اخد الـ 4000 جنيه مش هاخد كام الـ 24 لان المصروف انا بزبط المصروف يعني ايه قيد التسوية خاص بإثبات مصروف اهلاك الاصل الايه السابت يبقى لو انا عايز اعمل قيد التسوية اللي بيسجل فيه دفتر اليومية في 31-12 الخاص بالمباني هقول بقى في دفتر اليومية من حساب مصروف اهلاك المباني الى حساب برافو عليه مجمع اهلاك المباني بكام اقول بـ 4000 جنيه بقيمة المصروف وليس بقيمة الايه المجمع ولو هشو حقه ده والإثبات على طول كده هوت مصروف اهلاك المباني انا كده ايه بعمل ايه بقى المصروف بيزيد ييجي مدينة ومجمع الهلاك يزيد ييجي ايه ييجي دا يعني دي عزائي الطلاب الطريقة اللي بنسجل بها قيود التسوية الخاصة بجرد المصروف اجرد الاصول السابتة والخاصة بمصروف اهلاك في دفتر اليومية ان شاء الله بإذن الله كونوا استفدتم من حلقة اليوم وانتظرونا بإذن الله في حلقة قادمة هنكمل فيها حديثنا عن موضوع جديد من موضوعات الجرد والتسوية الجردية في منهج المحاسبة المالية وإلى أن نلقاكم على خير نترككم في رعاية الله وامنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة